بسم الله هناخد الكويس ده بسرعة سؤال يلا استعدوا الحالة عندنا واحد وستين سيكستي وان يز اول ميل ويز ايستوري الكويسicheية حيز بمرض ميلولاما ودخ مشكله في سنطل وقد مر develops consoles البومات الرجال لنفسق النخل الأمر اصبาย نكوorieح انتي اي نيجاتيف انتي بي نيجاتيف انتي اي بي نيجاتيف وفي الار ايج تايبنج الى انتي دي بوزدف فور وفي الريفيرس جروبنج مع الاسيلز مدينا بلاس فور مع البي سيلز مدينا نيجاتيف طيب يبدأ بيشنط كانت فاصيلة دمه بي بوزدف تمام الدونر كان او بوزدف بعد كده الفورورد جروبنج مدينا كله نيجاتيف معناه ان هو ايه او صح الفورورد جروبنج مدينا نتيجة او والار اتش مدينا بوزدف تمام والريفيرس طايبنج مدينا بي يبقى انا عندي الفورورد مديني او والريفيرس مديني بي يعني ترجمة الفورورد ترجمة الفورورد او ترجمة الريفيرس ان هو ايه بي تعال نشوف السؤال السؤال بيقول لك بقى هاو وديو ريبورد ديس ازاي هتعمل ريبورتينج هل هتعمل ريبورد ان البيشنط ده او بوزدف اعتبارا بالفورورد ريزلت ولا هتدي او هتكتب ان البيشنط ده او بي بوزدف اعتبارا بالريفيرس طايبنج ولا هتعمل ايه بوزدف ولا هتقول ان الحالة ديه بص هنا تاني كده قلنا ان هو في الاساس كان بي بوزدف وبعد كده هحصل له ترانسبلانتيشن باستمسل من دونر او بوزدف لما راح المستشفى عمل له تايبنج فالفورورد تايبنج ادانا كله نيجاتيف مفيش انتجين ايه مفيش انتجين بي مع الاب برضو مفيش انتجين وبالتالي النتيجة كده قالت لنا ان هو ايه او اعتمادا على الفورورد هنقول ان هو او وطبعا الانتي دي دي سبتة معنا ان هو بوزدف في عمل ري اكشن مع الاي وان سيلز بلاس فور مع البي سيلز ما مداش ري اكشن وده معناه كده الترجمة ديت ان هو ايه بي السيناريو بتاع الترانسبلانتيشن الترانسبلانتيشن هي هنا الاجابة السليمة ان احنا نقول يعني انا ما اقدرش اعمل ريبورد بان هو او بوزدف وما اقدرش اعمل ريبورد بان هو بي بوزدف لازم ابص على الايه على الهيستوري بتاع الايه الترانسبلانتيشن انا عند المريض دوت كان بي بوزدف وحصل له دونيشن من او بوزدف طبع احنا عارفين ان في الترانسبلانتيشن نقول كده حاجة سريعة الاي الاي بيستقبل من مين بياخد من الاي والاو صح؟ والبي ممكن يحصل له دونيشن من الاي من البي والاو والاي بي بي حصل له دونيشن من الاي من الاي بي والاو بيحصل له دونيشن من الاو بس تمام؟ طيب فانا المريض ده كان بي بوزدف وحصل له دونيشن من الاي من الاو فالريبورد هنا يبقى ريبورد للهيستوري ما يبقاش ريبورد بالاي بالاو بوزدف ولا بالاو بوزدف ده هنقول ان هو ونكتب تقرير بالاي بالهيستوري بتاعه وده في كل الحالات بتاعت الاي كل حالات بنعتمد فيها في الريبورد على الاي على الهيستوري اوف ترانسبلانتيشن يعني نكتب تقرير برسيبيانت كان ايه وحصل له دونيشن من دونر آآ الطايبينج بتاعه ايه ايه طيب احنا لو جينا نراجع كده سريعا في الدونيشن هنا لو قلناهم كده قسمناهم الدونر اللي فاصيل الدمه ايه يقدر يدي دونيشن لمين يقدر يعمل دونيشن لمين يقدر يعمل دونيشن للايه ايه ويقدر يعمل دونيشن للايه بي الدونر اللي فاصيل الدمه بي يقدر يعمل دونيشن للبي وللايه بي الدونر اللي فاصيل الدمه ايه بي يقدر يعمل دونيشن للاي بي بس البيشن اللي فاصيل الدمه او يقدر يعمل دونيشن للايه وللاي بي وللاي او صح؟ يعني يعمل دونيشن لكل الايه الفاصيل يقدر يدي لل او ويقدر يدي لل ايه ويقدر يدي لل بي ويقدر يدي لل اي بي تمام؟ طيب في الريسيبيانت بقى الريسيبيانت اللي فاصيل الدمه او مايقدرش يستعب الدم مايقدرش يريسيف دم الا من الايه من الاو الريسيبيانت اللي فاصيل الدمه ايه مايقدرش يريسيف الا من ايه او من او الريسيبيانت اللي فاصيل الدمه بي مايقدرش يريسيف الا من بي او من ايه او من او الريسيبيانت اللي فاصيل الدمه اي بي يقدر يريسيف من ايه وبي واي بي ده كده ايه ملخص للدونيشن وايه? يعني فصائل الدم اللي تقدر تعمل دونيشن لمين? تقدر ترسيف من مين?